موسيقى موسيقى انفتحت مرحلة ما بعد صالح على خيارات عدة فإلى جانب ما يبدو أنه استعادة التوجه نحو الحسم العسكري بعد بقاء ميليشي الحوثي كخصم وحيد غير قابلا للتعاطي مع الخيار السياسي تظهر المرحلة أيضا توجهات نحو إعادة ترتيب التحالفات السياسية على الساحة اليمنية ما شكل هذه التحالفات الجديدة وإلى أين ستفضي وما هو موقع المشروع الوطني من كل ما يحدث هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة من فضاء حر أهلا بكم التحالف العربي ومعه السلطة الشرعية ومكوناتها السياسية دخلت في مرحلة جديدة من بناء المشهد السياسي وفي هذا السياق ربما يأتي اللقاء بين قيادة دولتي السعودية والإمارات مع قيادة حزب الإصلاح أكبر المكونات السياسية في هيكل الشرعية خرج مؤتمر صالح من المشهد في صنعاء وهو وإن لم يكن قد أعلن التحاقه بصف الشرعية إلا أن المشاريع الإقليمية لات التأثير في اليمن تعمل بكل قوتها لإعادة ترميمه والحفاظ عليه وهو ما جعل البعض يشير إلى لقاء الإصلاح وقيادة السعودية والإمارات على أنه محاولة لدفع الإصلاح نحو التقارب مع حزب المؤتمر أو إجباره على ذلك باعتباره المخرج الوحيد والآمن أمام الإصلاح أو أن الإصلاح ربما قد فرض خياراته على الإقليم باعتباره المكون الأكبر والفاعل على الأرض والذي لا يمكن أن يعمل خارج إطار الشرعية كما يرى أصحاب هذا الرأي في هذه اللحظة الملتبسة والغارقة بتكهنات يبرز تساؤل مهم عن مصير المشروع الوطني المرتكز على المقاومة الشعبية وثورة فبراير وعن إمكانية هذه الترتيبات في تجاوزه بعد أن فشلت طوال الفترة الماضية وقبل ذلك ما هي طبيعة التحولات التي تشهدها الساحة اليمنية في هذه اللحظة وما الذي لا يزال بإمكان القوى السياسية اليمنية فعله في ظل كل هذا الاشتباك المحلي والإقليمي هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا مع كل من القياد في حزب الإصلاح أستاذ أحمد عثمان من تعزو من تونس سينضم إلينا أو هو معنا الآن أستاذ الفلسفة بجامعة صنعاء الأستاذ معا دماج أرحب بكم أضيفين الكريمين وأبدأ معكم بسؤال مشترك اللقاء الأخير بين قيادة الإصلاح وقيادة السعودية والإمارات كيف يمكن أن نفهمه وفي أي سياق أنت فهمته والبداية معك أستاذ معن من حيث المبدأ اللقاء جيد لأنه ربما يزيل أحد المعاوقات ويساعد في تصفية الأجواء السياسية ما حدث في اللقاء نحن في الواقع لا نعرفه وإن كان نستطيع أن نشكل قراءة معينة له الأرجح أن هناك ضغط سعودي لقبول الإصلاح بدور إماراتي أكبر وأيضا لقبول الإمارات بإشراك الإصلاح تحت سقف خيارات التحالف العربي وسوف نرى في الأحداث المستقبلية ما هي القراءة الأكثر قربا لطبيعة وتأثير الاجتماع على تطورات الأحداث السياسية في البلد نعم ربما أستاذ أحمد لديك تفاصيل أكثر حول طبيعة هذا اللقاء أو في أي سياق يمكن أن نفهم أو نقرأ مرحبا أستاذ أسوان ومرحبا بالمشاهدين طبعا قضية اللقاء الذي تم في الرياض هو اللقاء مهم ونحن لا ندرك التفاصيل ما قال في اللقاء لكن اللقاء جاء مؤشر لأن المرحلة القادمة هي مرحلة مهمة وأن معسكر التحالف متقه إلى لملمة الصفوف وتفعيل الكوادر والمكونات الشرعية طبعا لقاء الإصلاح البعض يعني هذا اللقاء فعلا هندسه الأمير محمد بن سلمان وهو اللقاء لصالح الشرعية ولا يعني هذا أن هذا اللقاء إعلانا لتحالف بين الإصلاح والشرعية والإمارات والسعودية ودول التحالف الحقيقة أنه قاء لتأكيد هذا التحالف وجاء لتنقية الأقوال لأن التحالف والإصلاح قزم ومكون أساسي من مكونات المقاومة الشعبية انخرط في أول يوم وأعلن هذا سياسيا كما أنه أيضا قام بحشد الشعب اليمني وكوادر الإصلاح وهي قضية أساسية للمعركة فهو موجود وهذا الحلف على الواقع موجود لكن هناك نوع من التشويش أو نوع من محاولة التحييد لأن كثير من الأطراف المحلية والخارجية الإعلامية تحديدا حاولت أن تستغل بعض الصورة المشوشة لدى بعض أطراف التحالف على الإصلاح وأخذت تغذي هذا الأمر عن طريق تحديدات إعلامية وهو ما أثر فعلا على خطط التحرير وأثر على تناغم الميدان أي ميدان المعركة وأخر كثيرا من انطلاقة هذه المعركة التي تهم الجميع نحن سعداء بهذا اللقاء لأنه لقاء طبيعي مع متحالفين التحالف منذ ثلاث أشهر والتحالف موجود لكن يبدو أنه كان ينقصه نوع من الوضوح أو من الوئام نحن نامل أن يكون الميدان الواقع مكشوف لدول التحالف والحكومة الشرعية حتى تبني قرارتها على حيثيات في الواقع لنستفيد كسب الوقت وكسب هذا الوطن الذي عانى كثيرا نعم إذن هو لا يمكن قراءته إلا في إطار جملة من الترتيبات التي يتم العمل عليها من قبل التحالف العربي لمرحلة ما بعد مقتل صالح أستاذ معن هذه الترتيبات للمشهد السياسي في ليمن في هذه الحقوبة تحديدا إلى أين يمكن أن تفضي برأيك؟ أولاً الانشقاق وثم الحرب الذي حدث في معسكر الثورة المضادة معسكر صالح والحوثي هو حدث ومنع تفهام في الحرب وهو أمر إيجابي في كل الأحوال لمصلحة الشعب اليمني ولمصلحة الثورة الشعبية والمقاومة الشعبية هذا الانشقاق الذي شرخ ذلك التحالف حتى أعماقه والذي قدم صورته الحقيقية باعتبار طبيعة الصراع وصراع محاولة الاستئثار بسطلطة وفرض الهيمنة بالحديد والنار على بقية أطراف الشعب اليمني والطابع أيضاً الجهوي والمناطقي والطائفي لذلك التحالف كل هذا ينهار اليوم وبالتالي نحن أمام منعطف كبير جداً في الحرب التعامل مع الحدث من الواضح أن هناك أطراف تحاول أن تستفيد من هذا الذي حدث من ناحية في تأثير على سير المعركة وفي تأثير على القرارات والسياسات الدولية نحو اليمن وأيضاً في استقطاب قطاعات التي تنتمي للمؤتمر الشعبي العام ذراع السلطة القطاعات المشيخية والسلطوية وضباط الجيش والبرجوازية التجارية والتي كانت بغضها وقضيذها جزء من الثورة المضادة ومعادية لثورة فبراير ومعادية للشعب اليمني اليوم نرى ذلك الصراع ونرى أيضاً صراع المحاورة الإقليمية التي تحاول أن تستفيد من الحدث أو تحاول أن تشوش على النتائج الحدث وللأسف الشديد نرى أنه من ناحية رغم أن السلطة ورغم أن الرئيس هذه مدى ذراعه للمؤتمر الشعبي العام ومدى ذراعه لجماعة صالح أنها تدير ظهرها له وتستعد أن تتعامل مع الإقليين بل أن قطاعات منها مستعدة للتعامل مع الحوثيين مثل يحيى صالح الذي طلب بمصالحة ومثل بعض الشخصيات في الداخل طبعاً جزء من القطاعات المشتركة بين التحالف الحوثي وصالح من الطبيعة أن تذهب للحوثي على أساس خلفياتها الاجتماعية وثقافتها السياسية لكن هناك جزء محير في الواقع من السياسيين الذين ينتمون إلى العصبة الضيقة لصالح مثل يحيى الراعي مثل آخرين ربما ينتمون إلى عائلات صالح بالقرابة والنساب مثل الشيخ عبدالواحل صلاح محافظ إب وآخرين موقفهم إلى الآن يبدو غريباً قد تفسر المسألة بضغوطات أمنية ومخاطر معينة لكنها تبقى غريبة وإن كان دخولهم في مناطق القتال وخسارة بعض أفراد عائلتهم يجعل عدائهم للشرعية ربما والتحالف العربي أكبر حتى من انتزاماتهم وانتمائتهم لصالح نعم سؤالي حول القوى التابعة للشرعية وليس القوى التابعة للانقلاب التحالفات والتشكيلات القديدة ضمن هذا الحلف ألا ترى بأنه إذا ما أخذنا اللقاء الأخير مع حزب الإصلاح أنه ربما يظهر التحالف العربي وكأنه يبحث عن حلفاء من خارج إطار الشرعية كما فعل قبل ذلك هل تعتقد أيضاً أن الإصلاح يمكن أن يذهب للتعاون مع الإمارات السعودية خارج إطار الشرعية أم أنه سيقر العكس سيقر التحالف للعمل ضمن إطار الشرعية وتحت سقفها والله حكاية الشرعية هذه كلمة تقال وهي لا تعني الكثير لا للتحالف العربي ولا تعني كثير للأحزاب هي فقط تستخدمها عندما تحتاجها وكانت مجرد مبرر السعودية والإمارات والتحالف العربي تدخلوا لمصالحهم الخاصة وللمخاوف من المحور الإيراني وتهديداتهم الأمنية وأيضاً بحثاً عن النفوذ واستعادة النفوذ في اليمن وأغلب القوى السياسية في الأحزاب تتصرف بنفس المنطق وبالتالي المسألة ليست شرعية وليست مسألة قانونية هي مسألة صراع إقليمي ودولي يجد ساحة في اليمن وأيضاً صراع اجتماعي مساحته في اليمن نعم بالتالي لا أظن أن المسألة الشرعية التي يتم الحديث كثيراً عنها مهمة إلا في الخطاب الإعلامي الأرجح طبعاً أن الإصلاح يريد ضمانات أن مشاركته على الأرض سوف يلقى مثلها في توزيع الحصص وفي السلطة وضمانات ألا يتحول إلى مطلوب ومحاولة اجتثاثه وتجريمها يتنتهي والخطاب الإعلامي الموجه ضده يتقلص والإمارات والسعودية أيضاً تريد من الإصلاح أن يلتزم بالسقف المعقول والسقف الذي تقدمها له وأنا أعتقد أن الإصلاح بالنسبة للتعامل الإقليمي سوف يقدم كل التنازلات ما دلالك توقيت تنازل التحالف العربي للتعامل مع الإصلاح بهذا الشكل السريع والمباغة التي شهدناه خلال اليومين الماضين أنا لا أظن هناك تنازل ربما مقتل صالح والأحداث التي حدثت في صنعاء وانهيار تحالف صالح والحوذي سرع بالأمور شاهدنا من قبل أسابيع مقابلة اليدومي والأنسي مع محمد بن سلمان وربما هذا يأتي استكمال وربما الأمور تسرعت المؤسف طبعا أن كل الأطراف المحلية يعني من المستعدة أن تقدم كل التنازلات مقابل مصالحها مع قوى الإقليم لكنها لا تقبل أن تمد الحد الأدنى الأخلاقي والإنساني والوطني والسياسي نحو شركاءها الوطنيين والاجتماعيين شركاءها في ثورة فبراير وشركاءها أساسا في الوطن نعم ثورة فبراير نحن نتمنى أن الإصلاح يبادر ويمد يد طيبة نحو شركاءهم مثلا في الحزب الاشتراكي اليمني ويقبرون عن مصير رفاقنا المختطفين في تعز إذا كانوا متأمين بتعامل مع الفودي يمكن تقديمهم للأجهزة الأمنية لينالوا التحقيق والمحاكمة القانون العادلة ولكن أن يظلوا مختطفين كما هو اليوم نفس الممارسة السياسية الخطاب السياسي الوطني والديمقراطي والممارسات السلطوية المعتادة نعم نعم إذن تحدث أستاذ معن عن ثورة فبراير كمرجعية للعمل السياسي والوطني للقوى الوطنية المنضوية تحت سقف الشرعية معروف خلال الثلاثة سنوات الأخيرة أستاذ أحمد عثمان بأنه كان موقف الإمارة والسعودية تحديدا من الإصلاح هو مبني على أساس موقف هذه الدول من الربيع العربي ما الذي تغير الآن أستاذ أحمد عثمان هل يمكن أن نفهم بأنه تم تقاوز هذه النقطة من قبل التحالف أم أنه تم تقديم تنازلات من قبل الإصلاح طبعا قضية التقاوز من قبل الإصلاح القضية أو الموقف بين الإقليم السعودية والإمارات والإصلاح وارتباطها بالربيع العربي هذه إشكالية طبعا أثرت على مسيرة المعركة المقاومة الإصلاح حزم أحزاب الوطنية الأحزاب اليمنية خاض معركة ثورة 11 فبراير مع ذقية الأحزاب والقوى وقضية الربيع العربي والثورات المضادة كانت لها ارتدادات معلومة لكن طبعا الأمور تدحركت إلى قضية الهجوم على اكتحام صنعاء والهجوم على ثورة الجمهورية وأصبح أمامنا ثورة مضادة مركبة هذه الثورة لها ثلاث سنوات التحق الإصلاح بالمقاومة من دافع وطني مع بقية القوى والأحزاب أصبحت الأمور واضحة وكما قلت سابقا هذه القضية المرتبطة بالربيع العربي أثرت كثيرا على علاقة دول التحالف بالإصلاح وبحركة المقاومة داخل الميدان لكن بقى الإصلاح كحزب منتشر ودوء قاعدة عريضة استطاع أن يصمد في مواقهة الإنقلاب وستطاع أن يوضح للقريب والبعيد أنه حزب وطني له أجندة يمنية خالصة لا دخله بالأجندة الإقليمية أو خارج القطر اليمني لأن واجبنا الآن هو الدفاع عن الجمهورية وهو حزب يعني يعتمد على برنامجه السياسي وعلى دستور الجمهوري اليمنية هذه المدة الزمنية أثبتت طبعا مع التغييرات الأخيرة في صنعاء قعلت الإقليم والإمارات والسعودية لأن المشروع واحد قعلت طبعا الجميع يراجع هذه العلاقة وأنا أعتقد أن هذه المراقعة هي مراقعة في الطريق الصحيح وأنها عبارة عن تنقية أقواء للحلفاء حلفاء الشركاء هذه نحن فعلا معركتنا السعادة الشرعية الحقيقة أن الشرعية لا بد أن نقض عليها وأن نتمسك بها لأن خروج الشعب اليمني هو السعادة الشرعية والسعادة الدولة مهما كان فلدينا رمز هو رئيس الجمهورية منتخب من الشعب اليمني هذا يمثل الشرعية وعلينا أن نكرس هذا المعنى وأن نتعاون طبعا الدول الإقليمية صحيح أنها جاءت من أجل مصلحتها لكن مصلحة اليمن والخليق هي مصلحة مداخلة ومصلحة واحدة والخطر واحد المشروع مشروع كبير يلتهم الشعب اليمني والتاريخ ولهذا يجب على الجميع أن يتبهوا بصفه نعم هل يمكن فهم هذا اللقاء بأنه بداية لمرحلة من التفاهمات السياسية وإنعاش الحياة السياسية بشكل عام أم أنه لقاء ثنائي بين هذه الدول والإصلاح منفردا وماذا عن الحديث الذي يدور عن أنه ربما كان جزء من هذه الأجندة فرض إيجاد تحالف معين بين الإصلاح ومؤتمر صالح القديد طبعا اللقاء هو من أجل توحيد الصحوف الجبهة الشرعية ومن أجل إنجاز التحرير هذا هو الهدف المعلن والكبير من اللقاء ومن كل اللقاءات الشرعية جزء من الدول التحالف أصبحت جزء من الشرعية والهدف هو توحيد الصف من أجل إنجاز التحرير قضية أنه هناك ضغط على الإصلاح من أجل أن يتحالف مع المؤتمر هذا أمر غير دقيق لأن الإصلاح والقوة الشرعية المطلوب اليوم أن تتحد بصف واحد كل القوى التي تؤمن بالشرعية وتؤمن بإسقاط الانقلاب عليها أن تقف في صف واحد سواء كانت متمر أو إصلاح أو اشتراكي أو ناصري أو شخصية وطنية كل هذه الشخصيات يجب أن تتحد في الصف واحد مع الدول الشرعية هذا هو الهدف أما قضية التحالف مع المتمر القضية ليس قضية سياسية أنه الواقع ليس سياسيا لا يوجد ميدان سياسي في اليمن يوجد معركة وطنية الجميع يشترك فيها لا يوجد أيضا حتى فرز محاصص سياسية أو انتخابات أو ما ذلك يوجد الجميع يجلس في صف واحد وهذا ما يفعله الآن السياسيون في تعزنا لدينا حلف سياسي ولذلك أسألك أنا أسألك الآن عن مدى تواجد حزب المؤتمر مؤتمر صالح خلال أيام القادمة ضمن هذا المشهد السياسي الذي يتم التخطيط له أعتقد أن حزب المؤتمر سيتواقد في المشهد السياسي هنا في تعز المؤتمر الداعم الاشتراعية متواقد تماما في الساحة أيضا هناك تحالف في الرياض يضم كل الأحزاب من حزب المؤتمر بعد حادثة نقتل علي عبدالله صالح كل الذي يؤمن بسقاط الإنقلاب سيكون لهم دور ضمن هذه المنظومة السياسية هل لديكم محددات التعاون مع المؤتمر صالح؟ هل لديكم محددات أو شروط التعاون مع المؤتمر صالح؟ طبعا المحددات هو الاتقاه معا نحو إشقاط الإنقلاب والتحرير هناك محددات طبعا خاصة بقضية المشتركين في الدماء أو الذين شاركوا في قاتل الناس وهذه قضية قانبية لكن البام مفتوح لمن يريد أن ينحاز إلى الشرعية وينحاز إلى صف المقامة والتحرير نعم إلا تحت سقف الشرعي نعم نعم سقف الشرعي لا نريد أن نضيق على أحد إذن تبدو اللحظة هناك حراك سياسي بشكل آخر يعني يتفاعل في المشهد اليمني أستاذ معا ألا ترى بأنه في ظل هذه التحركات؟ أستاذ أستاذ سأعود أتفضل أستاذ 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 أنا عندي ملاحظة بس بس أتفضل يعني الأستاذ أشار إلى قضية الاشتراك بكل القوى السياسية القوى السياسية كلها يعني مستركة على حد سواء الميدان مفتوح لكن جزية المختطفين من الحزب الاشتراكي في تعز هذه قضية مثارة بشكل غير سليم وفيها تحريض إعلامي نحن نجلس مع الإخوة في الحزب الاشتراكي وهم يعلموا تماما أن قضية الأخوين أيوب الصالح وأكرم حميد قضية إلى الآن مثال البحث للجانب الأمني وشكلنا لقنا مشتركة للبحث عنهما لكن هناك بعض الذين يريدون أن يصادوا في الماء العكر بالتحريض على الإصلاح وعمل نوع من التفرقة بين الحزب الاشتراكي والإصلاح مع أن الحزب الاشتراكي والإصلاح في تعز في غاية الإنسجام وهم يعرفون ماذا يفعلون وهناك تقرير حقوق صدر من عدم كله نكاية وكله كيد عن هذه القضية وتدخينها نربو من الإخوة أن يتفهموا قال ما وقد ذكرت سيد أحمد وقد ذكرت هذا الموضوع وهو مثال قدر كبير بين شباب الاشتراكي في تعز وهو أيضا يثير لغط بين علاقة الحزب الاشتراكي والإصلاح في تعز تحديدا هل أنت أكد الآن بأن حزب الاشتراكي لا علاقة له باحتجاز هذين الشابين؟ لا علاقة له إطلاقا باحتجاز الشابين ونحن نبحث عليهم كما الحزب الاشتراكي وضقية الأحزاب وهناك لقنا من تحالف السياسي للبحث عنهما وإطلاقهما إنه جيدا يعني هذه قضية مختلقة تماما عن الحزب الاشتراكي حزب الاشتراكي ليس حزب ميليشاوي ولو عنده سقون خاصة هو داعم للمقاومة كما تدعم كل الحزاب والقوى الوطنية نعم طيب ليس موضوعا لكن طالما وقد قد قلت على ذلك لكن هناك بعض الإعلاميين نعم هناك تضخيم حول الموضوع كما أشرت والأمر أيضا عائد لاتفاقات لا بد أن تحدث بين الاشتراكي والإصلاح في تعز أستاذ معا في ظل هذه التحركات السياسية وتصاعد في الحراك السياسي والتحالفات السياسية في هذه اللحظة ما هو مبررك يعني أو كيف تنظر أنت لغياب حزب بحكم الحزب الاشتراكي اليمنى عن هذه اللحظة والله غياب الحزب الاشتراكي اليمنى هو غياب قديم والحزب كان يعاني من وضع سيء تنظيمي وسياسي وفكري أتت ثورة فبراير ومنحته هواء منعشا وشارك شبابه في الساحات وكانوا مبادرين في ساحات صنعها وفي تعز وفي غيرها وستطاع الجزء من كادره أن يصل إلى المناصب القيادية لكن أزمة الحزب القديمة والتاريخية عادت تمترس القيادة العليا وراء القضية الجنوبية حوله إلى مجرد لوفي لجزء من البلد القراءة الخاطئة للمشهد السياسي جعلت الحزب يفقد القدرة على التأثير كوادر موجود لدينا عشرات ومئات شهداء في تعز وحدها وفي مناطق أخرى هناك بعض الأعضاء في مناصب قيادية لكنهم لا يعملون ضمن استراتيجي سياسي محددة المسألة تعود للحزب وتعود أيضا للمصير البائس التي تحولت إليه الحركات الوطنية في أغلب البلدان العالم الثالث في اليمن في الجزائر لسنا استهنان والواقع أن كل الأحزاب السياسية تعاني نوع من الموت السريري هناك تنظيمات تمتلك بنية تنظيمية أفضل لديها قدرات مادية أكثر ولديها علاقات إقليمية ولديها تمويل لكن على مستوى المضمون السياسي يبدو أن ثورة فبراير قد طوت صفحة هذه الأحزاب حتى إذا بقت أجسامها الكبيرة وبقت جثامينها الكبيرة جاثمة على أنفاس أعضائها لكن للأسف الشديد هذه الأحزاب أصبحت في حالة مفلسة والأمر المؤسف أن ثورة فبراير على عظمتها وعلى عمقها الاجتماعي وعلى عمقها الوطني فشلت في إنجاز تنظيماتها السياسية وفشلت في تأطير وتقديم التنظيم الثوري لهذه الثورة المجيدة والمصير البائس الذي نراه لجزء الأكبر من الوجوه البارزة من هذه الثورة من شباب الثورة وتحولهم إلى شخصيات اجتماعية وتقاسمهم بين مراكز النفوذ وتسخير أنفسهم لخدمات دول إقليمية وأجندات حزبية وأجندات شخصية وتلميع أنفسهم على حساب الشأن العام وانصرافهم عن المضمون الاجتماعي والسياسي والوطني والديمقراطي للثورة يدل على حالة الإفلاس التي كانت تعيشها الحياة السياسية منذ ثلاثين سنة السقوط الوطنية اليمنية الذي نشهده اليوم في ظهور الحركة الحوثية وفي التيارات العنصرية والغير وطنية الموجودة في الجنوب والمعادية للوطنية اليمنية وليس لنظام السياسي أو لشكل الدولة وحتى للوحدة لأن هذه مسائل يمكن تفهمها نحن نعيش في الواقع حصار ثلاثين سنة من السقوط والانحطاط لكن سد معنا حديث عن ثلاثين سنة ألا ترى بأنه غير مبرر لأننا نتحدث عن مراحل قد تقاوزت هذه النقطة وقد خرج الشباب في فبراير وظهرت مواقف جديدة للمكونات الوطنية ألا ترى بأن هذا الغياب للحزب والمكون وطني بحجم الحزب الاشتراكي واحد من أهم مكونات فبراير وواحد من أهم مكونات أيضا مقاومة في هذه اللحظة يفسح المجال لظهور مكونات غير وطنية ولأجندات خارج إطار فبراير التكوينات الغير وطنية والقبل وطنية والعشائرية والطائفية والجهوية هي موجودة وقد تكاثرت وفي أزمة الحرب والنكاية والقتل طبعا هي تجد فرصتها وللأسف الشديد الأحزاب حتى وإن كانت شاركت في فبراير هي التحقت من موقع إصلاحي ولعلها لعبت دوران في إفساد المسار الثوري وللأسف الشديد الساحات فشلت في إنجاز التنظيم الثوري المأمول وشباب الثورة لأن تكوينهم الثقافي وخبرتهم السياسية والاجتماعية لم تمكنهم من تنظيم أنفسهم ولم تمكنهم من إنجاز التنظيم الثوري واكتفوا باللحاق بالتيارة السياسية السائدة لا يمكن إنكار أنه كوادر الأحزاب سواء الحزب الاشتراكي اليمني بشكل أساسي مع التجمع اليمني للإصلاح وإلى حد ما التنظيم الوحدة والشعب الناصري لعبوا أدوارا كبيرة وهامة وأن شخصياتا منهم لعبوا دورا رياديا لكن القدرة على طرح البديل السياسي والتنظيمي والاجتماعي الذي يحول أهداف ثورة فبراير إلى مشروع وإلى آلة تنظيمية والقدرة على التجندر بين صفوف الجماهير هذه مسائل للأسف الشديد افتقدوها وربما لإغداق الأموال والاختراقات السياسية وحالة الأزمة الوطنية التي جعلت تجادباتهم المناطقية التي أتوا منها تؤثر عليهم كما نلاحظ مثلا رغم تقديم الثورة الرائع والدورة الهائل التي تعز ومقاومتها الباسلة ارتفاع مثلا الصوت المناطقي وتحويل الأزمة من أزمة إلى معات تحالف والثورة المضادة وكأن المشكلة في أبناء المناطق الأخرى نرى كيف أن المناطق الجنوبية التي كانت من المفروض أن تحول إلى دعم وإسناد لبقايا مناطق البلد وأن تساهم في تحرير بقايا مناطق في تعز وفي البيضاء وفي كل المناطق بالواقع كيف تحولت إلى مناطق للعزل وإلى محاصرة وإيهانة حتى المسافرين في النقاط التي يحضر فيها سيئة ذكر ما يسمى بالحزام الأمني المول من الإمارات ومجموعة السلفيين المعادين والذين المفروض أن يتلقون من الطرقات حتى تتجاوز الجانب الوطني أنا أتصور أن هذا تعبير على أزمة عميقة جدا ويعني علينا أن نتصارح بالحقائق وربما اليوم نعم شيد معنا هذه أدي مكوناتك نستطيع أن نتحرر في الحديث عن دور الإصلاح السلبي ودور الإسلاميين الرجعي في قيادة الجماهير وفي قيادة الساحة الثورية إلى الجدار والممارسات والخطاب الانتهازي أتصور اليوم نحن أكثر حرية في الحديث عن ذلك السياسة لا علاقة لها بتطبيق في الضرب على الكتف والمجاملات وبوث سلحي المسألة تحتاج مصارحة وأنا متأكد أن جماهير الثورة والمقاومة تستطيع أن تذهب إلى الأمام وأنا ما يعوزها وينقصها من إحداث الاستقلالية تماما مثل دولة هادئة عن التحالف سوف تكتشف مثل ما راها البعض من المواطنين على ثورة علي عبدالله صالح ما تميه بثورة علي عبدالله صالح لأن دائما الناس يذهبون للخيار الأسهل سوف يكتشفون أنه من دون تجاوز هذه الأحزاب من دون تجاوز هذا الخط السياسي الانتهازي ليس هناك أفوق الأساس هو تغيير البنية السلطوية والطبقية للدولة اليمنية وتحويلها لمصلحة الجماهير العريضة جماهير الفلاحين والقبائل والكادحين في عموم جهات اليمن نعم أستاذ معن إذن طالما قد تحدثت عن مكاشفة ومصارحة بين القوى الوطنية وهي ربما تؤسس لعلاقة سليمة ومنطقية بين القوى السياسية اليمنية أستاذ أحمد تحدث الأستاذ معن بأنه يتحمل حزب الإصلاح باعتبار الحزب ربما السياسي الأكبر والأكثر شعبية والأكثر حضور مسؤولية لكثير من الاختلالات في العلاقات السياسية بين الأحزاب وفي الحياة السياسية بشكل عام واعتبر بأنه الانتهازية السياسية لهذا الحزب الكبير ربما كان لها سبب في ما يحدث في اختلال هذه العلاقة هناك أيضا من يتحدث أستاذ أحمد بأنه قبل أن يذهب ويحتفي حزب الإصلاح في تحالفه مع الإمارات والسعودية الذي ظل يخونه طوال الفترة الماضية لماذا لم يبحث ولم يكن حريصا خلال الفترة الماضية أيضا لخلق تحالفات وطنية ومحلية ليقوي حضوره قبل أن يذهب إلى هذا التحالف الكبير طبعا العقيب أن الأصل أن يكون الحديث من الواقع يعني يكون الحديث واقعي حزب الإصلاح حريص جدا على التحالفات الداخلية بعد اعتبارها تحالفات مصيرية سواء كانت تحالفة هذه في اللقاء المسرك أو تحالفات في 2011 وحتى تحالفات في المقامة الإصلاح يعمل جاهدا على هذه التحالف وهو طبعا لا يأل قهدا على إنجاح التحالفات الوطنية لكن حقيقة هناك أحيانا بعض الأحزاب تضيع عندهم المؤسسة الواحدة أو الصوت الواحد أو القرار الواحد الذي أحيانا يذهب بعيدا مغردا بعيدا كصوت إعلامي أحيانا أناقش في مواضيع لا توجد في الواقع نحن لدينا معركة معركة مصير والأصل أن جميع العابة السياسية والجهود السياسية والمطلقات السياسية تصب كلها في عملية التحرير هنا لدينا حرب إبادة تعيص صدراب كل يوم واليمن تدمر تدمر البنية التحتية هوية الجمهورية تدمر إذن لدينا الأصل أنه هدف واحد علينا أن نتحد إذا استطعنا أن نتحد من أجل التحريض نستطيع أن نتحد من أجل بناء الدولة الإدلوبيات الحزبية التي كانت في الستينات والسبعينات ذابت في اللقاء المشترك وأصلا تدوب وأن تدوب في مشروع وطني من أجل بناء الدولة نحن فعلا لنا خمسين سنة وثلاثين سنة فشلنا في بناء الدولة ونحن مسؤولون عليها قال الحزاب كلها مسؤولة على هذا الفشل كذلك ولو هذا الفشل الأساسي يتحمله المشروع الأسري مشروع علي عبدالله صالح الذي حرف أو قرف هذا المسار لكن التحالفات الداخلية لا يمكن أن يكون الإصلاح شماعة لكل الأخطاء الذي سببه السياسيين والتقصيرات السياسية لم يقف يوما حزب الإصلاح عائقاً من التحالفات بل عكس هو يقدم التنازلات من أجل التحالفات ويعتبر نفسه قزم من المصفوفة الوطنية والآن قزم المصفوفة المقاومة لا يدع أكثر من ذلك ولا يعيق أحد أما قضية الاحتفاء في ما جرى عبارة عن قلسة في الرياض لا يوجد احتفاء يوجد تقرير أن هذا اللقاء تأخر وأن هذا اللقاء قزم من تقييم وتنقية الأقوى من أجل المعركة ومن أجل توحيد الصف هكذا يقول جميع نحن بحاجة إلى توحيد الصف من أجل إنجاح المعركة في الميدان لكي ننجح سياسياً لا يمكن أن نتحدث عن نجاح سياسي والبيت تهدم والجمهورية تهدم والمسلوح يمزق نحن نجب أن نكون واقعي وننطلق وأن نبدأ أن نقيم أنفسنا حتى نستطيع أن نقيم الوطن ونقيم التحاربات السياسية الحزاب السياسية قطعت شوطاً كبيراً بالتفاهمات ولم يعد هناك حواجز إدلوقية اللهم هناك حواجز حدثته لهذه الانقلاب والرقة فتوزع الناس في العواصم العربية ولم يعد هناك باستطاعتهم أنه يعني يدور حلف سياسي في الميدان لكن أيضاً هذا تقصير محسوب على الجميع وليس على الإصلاح فقط الإصلاح من غير المنصف أن يتحمل كل الأخطاء السياسية والأخطاء العسكرية وأخطاء الدولة هذا يعني كلام يجب أن يعاد به النظر لماذا سيد أحمد لم ينضق مشروع شراكة وطنية داخل كعز وهي المدينة التي ربما يعني تتفق فيها القوى السياسية على واحدية المعركة وواحدية المصير لا توجد فيها أي مكونات شويش عليها لماذا لم يتشكل مكون قامع لهذه القوى الوطنية حتى الآن يعني نتحدث عن مكون عملي وليس مقرد بيانات أو حديث هنا أو هناك لا ليس بيانات الشراكة الوطنية في تعز موجودة وقائمة صحيح أن هناك طبعاً بعض الفلتات الإعلامية أو الأصوات التي لا تعبر حتى عن الأحزاب السياسية لكن هناك مكون سياسي اسمه التحالف السياسي وهو تحالف له برنامج واضح ويلتقي أسبوعياً ويلتقي مع السلطة المحلية ومع قيادة المحور ولديه أنشطة وبرنامج من أقل التحرير الآن لديه برنامج اسمه برنامج التحرير ويفعل من أقل ذلك وهناك أنشطة أيضاً سياسية وشبابية نحن نرى الآن الميدان في تعز تحرك بالمظاهرات من أقل مطلب التحرير وتوحيد القهود ونرى الإعلاميين اجتمعوا أمس من أقل تلافي بعض الأخطاء الإعلامية وهوات البعض من أقل مطلب التحرير ونقد أيضاً العقلاء والوقهاء قبل أمس أو عيوم الخميس اجتمعوا من أقل هذا هناك حراك كبير ونشاط متنامي في تعز يقوده السلطة ويقوده التحالف والكيان الواحد الذي تشكله في تعز باسم التحالف السياسي ويضم كل المكونات السياسية نعم إذن أستاذ معني هناك أيضاً من يبالغ في لوم حزب الإصلاح حول كل مشاكل الحياة السياسية وكل مشاكل البلد تماماً كما حدث ربما منذ إسقاط صنعاء وفي القنوب مشاكل القنوب مشاكل الشمال كلها يتحمل مسؤوليتها الإصلاح كشماعة والآن هذا ما يحدث في تعز ربما يكون الأمر فيه كثير من المبالغة والتقني أستاذ معنا هناك أيضاً من يرى بأن هذا التقني على حزب الإصلاح وأيضاً تخوينه بين الوقت والآخر ثم عندما يذهب وتركه وخضلانه وعندما يذهب إلى تحالفات وتفاهمات سياسية منفرداً يتم أيضاً لومه وهو الذي تركه وحيداً خلال فترة الماضية ما هي الخيارات التي تركت الإصلاح أساساً حتى يقوم بها لا أحد يلوم الإصلاح في الواقع ولا يحمله المسؤولية كاملة المسألة تتعلق بفهم طبيعة التركيبة الاجتماعية للإصلاح وطبيعة المصالح للرأس القيادة للإصلاح وطبيعة حدوده السياسية وبالتالي العتب إذا كان موجود والأمل إذا كان موجود هو الأمل على جمهور ثورة فبراير على المقاومة الشعبية بالتأكيد هناك قطاعات من التجمع اليمني لإصلاح تمقرطت قبل الثورة وفي أثناء الثورة وانحيازاتها للمصالح الشعبية وللثورة وللمقاومة مسألة أكيدة وهذا حصل مع الأحزاب الأخرى بدرجات مختلفة المسألة لا تتعلق بالإصلاح وأنا أعتقد أن المسألة تتعلق بأزمة التنظيم السياسي في الوطن لأغلب الأحزاب ربما الإصلاح دوره مهم تتعلق بحجمه ومن دم شاركته في الأحداث السياسية وأيضا لمدى الضرر الذي قد يصيب الناس من ممارساته لأنه كلما كان حجمك كثير وكبير تستطيع أن تكون مفيد كما تستطيع أن تكون مذر الواقع أن الخطاب المزدواج الذي شكل جزء من هوية التيار الإسلامي ما يزال يمارس كل يوم أنا شخصيا لا أدعو لتحالفات فوقية ولا أعول على تحالفات فوقية بين الأحزاب وقيادة الأحزاب الحركة السياسية تبنى من أسفل والاعتماد هو على الناس في الأحياء وفي القرى وفي الجهات وفي المناطق في أي إطار إذا لم يكن في إطار الأحزاب في كل المستويات في كل المستويات جماهير ثورة سبراير الكادر المتقدم غير حزبية على مستوى الأفراد لا أنا أقصد هذه الأحزاب ليست جزء من الحل اليوم للأسف الشديد يثبت أكثر أنها ليست جزء من الحل الناس انخفضت مستوى تموحاتهم مع التغول المرعب للتحالف الثورة المضادة الحوثية للصالحي وأصبحوا يقبلون حتى بالسعودية والإمارات إذا كانت ستنقذهم لكن هذا أمر مؤقت الناس سيعيدون دائما لقضيتهم الأساسية قضية الدولة الوطنية المعبرة عن مصالح الأغلبية قضية التحرر الاجتماعي والاقتصادي لعموم المواطنين قضية تحرير الناس وحقوق المرأة وقضية الحقوق الديمقراطية هذه المسائل ستفتظل هي الأساس في لحظة الفزع والتهديد بالموت والقتل ربما كان حتى جزء منهم يراهنون حتى على علي عبدالله صالح ليس فقط ما يسمى بانتفاضة ضد الحوثيين حتى عندما سقطت صمع في وعد عشرين سكتبال رأينا من ذهب حتى من قيادة الإصلاح لعلي عبدالله صالح لي ناشدوا ليرجع للسلطة هذا الإحباط الشعبي أستاذ معاً هو عائد لسوء أداء الأحزاب السياسية ولا يمكن ربما الحديث عن حلول لمكونها سياسية واجهة من يعور على الأحزاب ما لم تكن مشاريع سياسية متماسكة بحكم تكتلات سياسية كبيرة هو الحقيقة أن الأحزاب في اليمن أحزاب كبيرة ومتجذرة وعندها جماهير لكن هذا لا يجعل لمجرد أنها كبيرة وعندها كوادر وعندها جماهير ومتوزعة في أنحاء البلد أنها حل كل التنظيمات السياسية والسلطوية عندها جماهير وعندها إيدولوجية مهيمنة لا يجعل هذا ضمنياً ومباشرةً أنها جزء من الحل نحن نعيش في مخاذ ثوري والمخاذ الثوري الذي انطلق من تونس قبل سبع سنوات ما يزال متعثر وشهدنا ثورة مضادة لكنه ما يزال مستمر ليس غريباً ليس فقط في اليمن في كل البلدان العربية التي شهدت ثورات وتأمر عليها العالم وحاولها إلى حروب أهلية وأغرقها في الدم لم تقدم شخصية واحدة تصلح أن تكون رمزاً لهذه الثورات لم يقدم كتاباً واحداً لم يقدم حزباً واحداً ولا تياراً هذه أزمة عميقة يدول أن المجتمع العربي والمجتمع في اليمن لا يستطيع هذه مسألة تاريخية لا أحد يتحمل مسؤولية المجتمعات العربية تعيش انحطاط من قرون ويتعيش انحطاط سياسي من عقود وفي لحظة الخروج من كل هذه المصائب والتراكمات التاريخية لا زالت لم تجد الحل لكن الحركة تعبر عن وصولها إلى الجدار وعدم قبولها كل من سيصعد اليوم إلى السلطة إلى البداية سوف يتم إحراقه لا لشيء ليس لأنه سيء على أي حال لكنه لا يملك الإجابات الجوهرية على المشاكل العميقة للمجتمعات العربية والمجتمعات في الواقع لا تستطيع أن تجد حلها لمشاكلها العميقة حتى ضمن الحدود القطرية الحالية نحن نعيش أزمة تاريخية لأمة كبيرة كانت قائدة وكانت جزء من أهم الحضارات الإنسانية وهي تعيش انحطاط غير مسبوك وهي تعيش في منطقة مهمة من العالم وهذه الأزمة لا تتوقف على اتفاق سياسيين أو حزبيين أو قادة حزبين المسألة أكبر من ذلك والصراع مفتوح نعم هناك الحديث ليس عن أحزاب سياسية أستاذ الحديث ليس عن حزبين سياسيين بقدر ما هو عن قاعدة أو منطلق لهذه الشراكات متمثل بثورة فبراير عظمتها وبحكمها وبالمقاومة الشعبية كامتداد أيضا لفبراير أستاذ أحمد رثمان سؤال أخير تحت هذا العنوان وهذه القاعدة المقاومة الشعبية وثورة فبراير كيف يمكن أن يؤسس لعمل سياسي مشترك في المستقبل نعم سيدا طبعا أحب أن أؤكد أن الإصلاح يكاد أن يكون موقف واضح بين بداية المقاومة وبداية إسقاط يعني اقتحام صنعاء موقف واضح من ذلك التاريخ الآن لم يعني ينقسم إلى قسمين أو ثلاثة ولم يقول أحد من قيادة من حزب الإصلاح بشر بحزب صالح حزب الإصلاح مع كافة القوى الوطنية تعتبر أن يعني صالح هو مسؤول مسئولي مباشر عن مآلة إليه البلاد طبعا قضية يعني قاعدة 2011 كيف نستطيع أن نؤسس لتحالف مدني نستطيع أن التحالف ونعتبر يعني 2011 هي الثورة الشعبية التي ننطلق منها نحو بناء الدولة المدنية أنا أريد أن أكون أكثر أملا يعني يعني يجب أن نسلح بالأمن أن الأحزاب وقيادة الأحزاب يجب أن تكون على مستوى التحدي وأن تقوم بعمل نوعي من أقل صياغة قواعد للتحالف تحالف اللحظة الراحينا من أقل تحرير اليمن وبالذات أيضا قواعد ما بعد التحرير لأن ما بعد التحرير وهو أهم يعني لا يقل همية من التحرير لأننا نحن سنقدم على يمن مدمرة لا بد من بناء الدولة وهذه بناء الدولة ما بعد المعركة سيكون لها تبعات كثيرة وستكون صعبة تحتاج من كل القواء المدنية أن تلتحم وأن تعمل حلف وطني وقبهة وطنية كبيرة من أجل تطبيق وتنفيذ أهداف استمبر وأهداف أكتوبر وأهداف 2011 هذا لن يأتي إلا عن طريق جبهة وطنية تضع قواعد أساسية من أجل بناء دولة مدنية تلافى الأخطاء السابقة وأن لا يعود الاستبداد يعني اللي خلق من باب الثورة يعود من طاقة من طاقة الأخرى لدينا أمل كبير أن قاعدة 2011 وقياة الأحزاب وقواعد الأحزاب والقماهير في القرى والمدن وبعد هذا المخاض الصعب وهذه الآلام أصبح الشعب اليمن يدرك أهمية المدنية وهمية الاستفاف وراء نهج مدني يعطي أن ينتج دولة مدنية قادمة نعم أشكر قزيرة الشكر القيادي في حزب الإصلاح أستاذ أحمد عثمان كنت معنا عبر الأقمال الصناعية من تعز كما أشكر قزيرة الشكر أستاذ معنا دماج أستاذ الفلسفة بجامعة صناعة كان معنا أيضا من تونس أشكركم عزيزي المشاهدين لحسن المتابعة في الختام تقبل وتحياتي وتحيات منتج البرنامج كمال حيدر إلى الأنتقيكم أسبوع المقبل في نفس الموعد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر